ازاي احنا اي نويز او اي حاجة وفره ممكن يعني افتارك مع شكل الكورة. فعمالاً هذا اللي احنا مخلناش السيسكين عندنا بيفوكس على ماشي الكورة. دلوقتي هو دي كانت تجاوة وانت عملت انا اه هنا هو لقى الكورة بيبدأ اعمل الويندو احنا نسميه الويندو الويندو دي بيبدأ اوما يلاقي الكورة يطلق اي مشو عالبوثيين ايش بيكس الباليوز بره الويندو دي هو بيهمني. طب ما اتطلق ان هو كورة اختاري. كورة واحد زي ممكن هلا يسميه دلوقتي دلوقتي كورة اخطط عبارة ماشي اتطلق زي دلوقتي. انا دلوقتي اما في كورة بدي رقص في حياته دي. ده المفتلق. بس اي حيين اوما 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 بيليش الكورة بيبدأ اي مشو عالبوثيين على كل ميشة. فهو دايما يجب ان تنبه الويندو ولو ما لاقاش الكورة بيبدأ ساعتها عالبوثيين. ده بتاعت الكورة بتاعت الكورة بتاعت الكورة تبدأ تترسل. وده تحت بتاعت الكورة بتاعت الكورة بتاعت الكورة بيبدأ. فكلا احنا نجحنا نعمل تكشن مصبوط. وما نكونش اي نسبة تلال. هي النسبة المقبولة. والنسبة المقبولة على حسب الفيك بلس اشترط كين كونك أبليكيشن. وكان اقصر نسبة اي مطلق كليسة. وحنا لسا مصناش حتى نص نسبة. فاني كلا عمليات الوينش مصنسين التكشن